باسم قداسة البابا تودروس الثاني وباسم مطرنية الصيناء الجنوبية ودير القديس العظيم موسى النبي احيي السيد المحافظ خالد فودة على فكرة هذا المؤتمر واهتمام به اهتمام خاص والاعداد له كما احيي القائمين على هذا المؤتمر ويسعدني ويشرفني ان نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية هذا المؤتمر ان يقام مؤتمر السياحة الدينية على سيناء فهذا فكر واعي لان سيناء ارض مقدسة من قول الله لنبيه موسى اخلع حزائك من رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة لذلك فجنوب سيناء جديرة بهذا المؤتمر وقد جاءت العائلة المقدسة الى ارض مصر عبر سيناء سيناء الجنوبية بالذات تتميز وتعكس حقائق دينية مقدسة كثيرة وقيمة وقد ذكرها الكتاب المقدس خمسة وثلاثين مرة كما ذكرها الكرآن الكريم ففي سيناء استلم موسى النبي لوحي الشريعة الوصايا العشة والتي تعتبر دستور للعلاقة الروحية والايمانية والاجتماعية وكان موسى النبي يعتلي سلسلة الجبال الممتدة من طور سيناء وحتى جبال سنت كاترين هنا يستلم لوحي الشريعة وهنا يتكلم مع الله ومن ينظر الى قمم هذه الجبال الشامخة وقد غطاها النور الالهي في الشروق واثناء النهار يشعر برهبة المكان وصنوبه فنتذكر الله الذي تكلم مع موسى النبي من فوقها ونتخيل السماء وهي مفتوحة على سيناء حتى أصبحت تتحلى بطبيعة روحية مقدسة وكأنها قطعة من السماء وبالرغم من الأحداث التي مرت بها سيناء إلا إنها ما زالت مقدسة كقول الله عنها أرض مقدسة تشع منها البركة ونور الإيمان هنا في سيناء استلم موسى النبي الوصايا العشر وهنا تكلم الله مع موسى النبي من فوق الجبال هنا تحطمت عبادة الأوسان عندما طحن موسى النبي العجل الزهبي الذي كان يعبده شعب بني إسرائيل حتى أصبح كالبدرة الناعمة وزره في المياه الجارية ووبخهم على ذلك هنا أطعم الله الشعب من المن والسلوى وعالهم في برية سيناء وكان يقودهم في النهار بسحابة ظللهم وبالليل بعمود النار ينير لهم الطريق هنا في سيناء أخرج الله لهم ماء من الصخرة ليشربوا عندما ضربها موسى النبي بالعصى كأمر الله هنا عيون الماء الطبعية المسمى بعيون نوسى وهنا عاشت الرهبنة التي أسسها الأنبان طنيس المصري وهنا دير سانت كاترينة الذي يحوي أيقونات ومخطوطات مقدسة عطيقة وفريدة ليس لها مثيل على مستوى العالم كما في فيران وطور سيناء أيضا وهنا العليقة التي كلم الله موسى منها وظهرت النار ولم تحترك العليقة كما في عصرنا الحاضر أيضا نرى التعمير ونرى اللمسة الدينية ما زالت منتدة حيث بنيت كتدرائية السمائيين أحد معالم الكنيسة المصرية الأرتدوكسية في شرم الشيخ والتي ساهمت الدولة فيها كما بني مسجد الصحابة والذي يعد صرح كبير يحسب لمن بني في عهده والذي يوليه السيد المحافظ دائما اهتماما حتى خرج بهذه الصورة المعمرية المتميزة وأصبح من عالم شرم الشيخ ندعوكم لزيارته لقد وضع الله في سيناء البركة في الأرض والزرع والسمار والماء والهواء والطقس وأصبحت ذات قيمة وطبيعة خاصة مكدسة حتى إن كثيرين يأتوا لأخذ بركة المكان والاستشفاء النفسي والجسدي والروحي وكان كثيرون أيضا يأخذون من أحجار الجبال في سيناء ويضعونها في أساس مبانيهم للبركة في سيناء قال الله لموسى النبي أنا أكون معك والكتاب المقدس يقول إن كان الله معنا فمن علينا فعبارة أكون معك يشعر بها كل قلب صافي يأتي إلى سيناء ويطلب معونة الله فتمتد مفعول هذه العبارة لتشمله هو أيضا بل تكون هذه العبارة التي قالها الله لموسى أنا أكون معك كنز يعود به من زيارته لسيناء سيناء مباركة ببركة الرب جل اسمه الذي قدسها بنفسه يعوزني الوقت الكثير إذا تكلمت عن سيناء المقدسة وما حباه الله من بركة حتى في رمالها لذلك أرجو أن تتبنى الوزارات المعنية مشروع هذا المؤتمر وما يخرج منه من توصيات ويدعو الأجانب من حول العالم للسياحة الدينية في جنوب سيناء للتعرف على هذه الأماكن المقدسة والمعالم الدينية وأخذ بركتها فضلا عن الاستمتاع بالطبيعة المتميزة لهذه المحافظة كما أرجو أن تتبنى أيضا الوزارات المعنية مشروع رحلة موسى النبي في سيناء ومحطات الوقوف والأماكن المقدسة وتوضع على خريطة لكي ما تكون مرشدا للسائحين الذين يأتوا ونحن على استعداد للمساعدة في هذا الأمر حتى تصبح السياحة الدينية في سيناء على درجة من الأهمية إلى جانب السياحة الثقافية والعلاجية والترفيهية أحييكم على هذا المؤتمر وهذا الاحتفال وأشكر لكم حسن استماعكم ودمتم بكل خير شكرا